آداب الحوار احترام الرأي المخالف مرحباً أصدقاء الصغار اليوم سوف نتعلم آداب الحوار لتربية سليمة هيا نكتشفها معاً عندما يختلف شخصان حول موضوع معين علينا احترام الرأي المخالف سواء كان صحيحاً أو خاطئاً في نظرك فلكل منه طريقة خاصة في التعبير يجب علينا عدم الاستهزاء بالرأي المخالف واحترامه والإنصاط إليه محاولة النقاش بطريقة حضارية وعدم فرد رأينا بالقوة أضع في خط مغلق ما يدل على احترام الرأي المخالف أحسنتم أحبة الصغار هكذا تكون الإجابة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر